السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مس أسماء على قناة ساينس وزمس أسماء حبيبي أهلا بيك وحبيبي النهاردة ان شاء الله هنبدأ نكمل الكنسبت الأولاني البرت الأولاني احنا بدأنا نتكلم كده عن الادابتاشن واخدنا الديفنيشن بتاعه والنهاردة هنبدأ ناخد بقى الادابتاشن in some animals like penguins زي مين زي البينجوين أنا البينجوين عندي هنا can walk on ice for a long period of time صح والغلق true or false true طب إزاي بقى ربنا سبحانه وتعالى خالق البينجوين بالصفات دي إنه هو قادر إنه يمشي على الايس بفترة طويلة ويقعد عليه فترة طويلة إنما أنا كإنسان لو جيت وقفت بس كده أكتر من خمس دقايق حس إن رجلي تجمدت وما أستحملش إن أنا إيه إن أنا أقفوا الايس for more than five minutes الفكرة في إيه؟ الفكرة إن ربنا خالق البينجوين adapt to live in the polar region متكيف إنه هو يقدر يعيش فيه polar region أو cold environment اللي هو عايش فيها دي هو أول حاجة كده هو بيعيش فيه بالزبط اللي إنه بيعيش في ال polar climate أو في المناخ القطبي في الأنتر كاتيكا في الأنتر كاتيكا أو القارة القطبية تمام يبقى الحابيتات بتاعته كلمة حابيتات هو environment where the animal love هي البيئة اللي بيعيش فيها الأنيمال بتاعي هو عايش فين بالزبط؟ بيعيش في الانتر كاتيكا أو في ال polar climate في المناخ القطبي تمام in the coldest place on the earth surface في أبرد مكان على سطح الأرض طيب الادابتيشن بتاعه الادابتيشن بابتاع البينجوين دوت عشان تو survive in the polar climate الادابتيشن اللي حصل فيه قال لنا البادي بتاعه covered with dense feather البادي بتاعه ميجا بص عليه كده جسمه هلاقيه covered with dense feather متغطي بطبقة سميكة جدا من طبقة كنثيفة جدا من الريش تانية حاجة عنده thick layer of fat عنده طبقة سميكة من الدهون دي بتدفيه بتخليه يحس بتدفق على طول يبقى عنده حاجتين مهمين جدا dense feather and thick layer of fat طيب لما أجي أبص على البينجوين فيت وأقرب كده على البينجوين فيت هلاقي البينجوين فيت زي ما احنا شايفين في البكتشر قدامنا ولا عليها feather ولا فيها fat ومع ذلك it can stand on the eyes for long period of time ازاي؟ قال لنا ربنا خلق رجلين البطريق ولا فيها fats ولا فيها feather بس فيها حاجة مهمة جدا في الستركتشر بتاعها فيه blood vessels كلمة blood vessels يعني ايه؟ يعني أوعية دموية قال لنا الأوعية الدموية اللي هو قدم البطريق فيها نوعين من الأوعية الدموية نوع carry warm blood الدم الدافئ ونوع carry cold blood الدم البارد فبيحصل ايه؟ ان الدم الدافئ جاي من جسم البطريق من فوق تمام؟ من جسم البينجوين من فوق ينزل يدرق يلف حوالين الأوعية الدموية بتاعت الدم البارد فيدفيها فيحافظ على قدم البطريق ايه؟ في قدم البطريق دافية يبقى الفكرة كلها ان الworm blood moves downward والcold blood moves upward تمام؟ وان البلد vessels which carry warm blood are waves around wave around the blood vessel that carry cold blood which makes the penguin feet warm which makes the penguin feet a worm بيخلي penguin feet دافية وفيها مش بيحصل او مش بيحس البطريق بأي نوع من أنواع البرودة في رجله وعشان كده بيقدر يقف فترات طويلة جداً في الجو البارد دوت يبقى يجينا سؤال give reason كده بيقول لنا give reason سؤال give reason يعني قولي السبب say why إجابة give reason بتبقى جملة طويلة شوية مطالب من أن أنا أقدر أكتبها كويس وأبقى فاهم المعنى اللي أنا بكتبه فهنا بيقول لنا give reason for penguin feet help them survive in cold climate ليه penguins feet بتساعدهم أن هما يقدروا يعيشوا في المناخ البارد ها أقول لنا because the blood vessels that carry warm blood from the body wave around the blood vessels that carry cold blood from the feet okay this leads to A W أدي لأي warming the blood vessel in the penguin feet to survive in cold climate يبقى أنا ممكن أقولها ترية أبسط شوية في جملة صغيرة ها أقول بيقول the blood vessels that carry warm blood wave around the blood vessels that carry cold blood which makes the penguin feet stay warm stay warm طيب نيجي بقى بعد كده بعد ما أخدنا ال penguin feet وشرحناها كويس جدا هنبدأ ناخد بقى adaptation for survival بالنسبة some animals some other animals like أول حاجة هنتكلم عليه هو polar pair polar pair أو الدب القطبي الدب القطبي طبعا بيعيش في architect region اللي هي polar region دي الhabitat بتاعته اللي هي environment where the animal love habitat يعني الموطن يعني البيئة اللي بيعيش فيها الحيوان بتاعي بيعيش فين الدب القطبي؟ في المناطق القطبية في البولر region أو الarchitect region طيب إيه الادابتيشن بقى؟ لما يجي بص على pictures بتاعته كده واتفرج عليه هلاقي إن ربنا خلق له thick white fair thick white fair اللي عنده فارو طبقة من الفارو سميكة ولونها أبيض أول حاجة لو جينا بصينا إنها طبقة سميكة طبقة سميكة ليه عشان تدفيه في الجو البارد دوت طيب لونها أبيض ليه؟ عشان يستخبى من الفرائس اللي هيبدأ يأكلها أو يستخبى من الأعداء اللي ممكن ينقضوا عليه وياكلوه يبقى هنا فكرة تمويه إن هو يدخل كده إيه يجوه البيئة اللي هو عايش فيها يبقى شبحها فولا يقدر يعني يعوز يستطاد حاجة فالحيوان اللي هيستطاده أو البريئ اللي هيستطادها ما تحسش بوجوده ولو جاء حيوان بريديتور عايز يأكل أصلاً البولر بيه ما يقدرش يشوفه بسهولة يبقى الأدابتيشن في البولر بير إن عنده أنا وايت ان سيك فير طب الوايت فير ليه؟ هالب إيت بليند إن ويذ ذا سنو تمام؟ الإكسبريشن بتاع بليند إن ويذ ذا سنو مثلاً دا أو بليند إن ويذ ديت هنبدأ ناخدها بالنسبة للبولر بير هنبدأ ناخدها برضو بالبراون بير فكلمة بليند إن ويذ يمتازج مع الطبيعة يختالط يحصلوا سنيك أب آآ 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 يعني يقدر ينقض على فارستو بسهولة يبقى عشان يا إيه يبقى جوه البيئة كده يبقى جزء كأنه جزء من البيئة اللي عايش فيها يبقى أون طيب أخو مين البراون والبلاق بير الآتنين بيعيشو في الفارست في الغابة بلاقي إن الفير بتاعهم لونه غامق يا براون يا بلاك طب ليه لونه غامق لونه غابق برضو تو بلند ان ويلد ذا فارست عشان يمتازج مع الفارست يبقى شبه التري لما يجي يقاف يبقى لونولون التري أو في الظلمة بتبقى الفارست فيها تريس كتير فبتبقى تجوة دورك فهي بنش ما يبانش للبريز فيبدأ ينقض على الفريسة بتاعته بردو بسهولة يبقى الادابتيشن لما يجي يستطاد فيبدأ يستخبع حوالين الأشجار وما يتشفش يبقى توب هل بهم هايد المانج تريز وين اي وين دي هونت طب هناخد بردو زي الكراكال والفنكفوكس الكراكال هو القط البري باللغة العربية والفنكفوكس الجزاء الثعلة باسمه الفنك بالعربي تمام اللي اتنين بيعيشوا فين الهابيتات بتاعتهم في الدزيرت لما بيجي بص على اللي اتنين بلاقي الفير بتاعهم لونه ساندي شبه الرملة واخد لون الاي التان كالرد فير او الساندي كالرد فير ليه بردو عشان بلند ان ويذ ديزيرت لاندسكيب عشان يبقى شبه بردو الاي البيئة اللي عايش جواها فيقدر بردو هايد from its preys بسهولة وهانت the prey easily يبقى ذي هاف ساندي كالرد فير او تان كالرد فير that help them to blend in with the desert landscape الانيمال الثاني اللي هناخده هو الديزيرت لذرد او السحالي الصحراوية بتتميز ان هي عندها scales او حرشيف ملونة it has a colorful scales حرشيف ملونة الجلد بتاعها متلون ليه عشان تاخد لون الكلر بتاع الراكس الموجودة في الديزيرت تمام بردو عشان تستخبه جوه الراكس تبقى واخدى لون الراكس لونها red تبقى red لونها dark تبقى dark وده بيخليها بردو blend in with the desert landscape بردو تمتزق مع الطبيعة الصحراوية اللي عايشة فيها يبقى desert lizard they have colorful scales ليه that make them hide among the colorful rocks in the desert in the e in the desert طيب العملية دي بقى ان كل حيوان واخد لون البيئة العايش فيها البولار بير لون البيض الراكس بلاك بير لونهم dark الفانيك فوكس والكاركال لونهم sandy ال desert lizard عندها colorful scale عمليدي اسمه camouflage camouflage ال camouflage هو نوع من انواع الادابتاشن اللي بيستخدمها الانيمال عشان hide from its prey او hide from its predator يعني هولا يختفي من المفترسات اللي هتاكلوا او من البريل اللي هو ايه هيكلها يبقى it's a type of adaptation that some animal use to hide from their predator or their prey يبقى هو نوع من انواع التكايف بتستخدمه بعض الحيوانات لتتخفى من البريل المفترسات بتاعتها او الري الفرائس اللي هي هتستطعها by blending in with the surrounding environment عشان عن طريق الانتزاج مع الطبيعي شابه الطبيعي اللي هي عايشة فيها الانفايرومنت اللي هي جواد تبقى هي شابهها بالزبط ده اسمه camouflage تمام؟ يبقى camouflage it's a type of adaptation that some animal use to hide from their predator or their prey by blending in with the surrounding environment طبعا البريل هو المفترس اللي حياه كل الحاجة زي اللين زي التايجر تمام؟ يبقى الانيمال that haunt and eat other animal اسمه predator طب البريل دي الله هتتتاكل eaten that a eaten by another animal it's the animal that has been eaten by another element اللي بتتاكل عن طريق انامال تاني اسمها prey إنما البريل هو اللي حياكل وكي هم كده يبقى خلصنا اللسن الاولاني من الكونسبت الاول يارب نكون استفدنا من ننساش نعمل وانفعل زر الجرس واستنونا في اللسن الجديد